السلام عليكم عامليني صالح الحبيب معجبته بفرما كده هلا بيا نبدأ اول حاجة بعد ما سخنت تسخين شام اللي جسمي وعملت اطالاتك تمام بعد كده بدخل اسخن التسخين اللي هو لنفس الحاجة المخصصة اللي انا رحالها بضهر النهضة فاول حاجة باسخن بها هي السحب الامامي والخلفي الاتنين مع بعض كده عدة وعدة بعد كده بقم داخل على السحب الارضي لان كده كده الاتنين فريشن او الاتنين الحركة دي هعملهم في التمرين بتاعي تمام فلازم اسخن ظهري من كل الزوائل انا هيحتاجها علشان ده قدر الله محصلش اي اصابة او اي مرازية ليه وانا بتمرن تمام تمام لازم تعمل اطلاقات كويس ولازم تسخن كويس علشان تستمتع في التمرين وبالعضلة فيها مده حركة كامل وما تحسش اللي انت متكلبش كده اول حاجة دخلت على السحب الارضي وانا افضل في التمرين دوت اللي انت ظهرك مبقاش بيرجع وراء اوي وانت بتتمرن اي اخرك بمفروض عمودي كده على الارض تمام بعد كده دخلت على او سحب امامي بابضة واحدة وده تمارين كويس جدا واكيد عارفين مين الاساس في التمرين ده طبعا جابتن جندي بعد كده دخلت على تي رو عشان اشتغل على الابر باك وانا هنا لعبت بالزاويتين اللي هي اللي جوبة واللي برا علشان التنويع انا محتاج اشتغل على الاتنين فاشتغلت على الاتنين تمام وحسب كل واحده جدول بقى كده دخلت على عشان اشتغل عليك جزء الصفلي برضو من اللات انا عارف او انا حاسس بالمنطقة اللي انا عايزها تمام وخلي بالك كل مكان للكبل وكل ما غارت الزاوية بتاعت الاستهداف عندك في اللات تمام بقى كده دخلت على وين لازم تلعب بالراحة وتنزل تعصر عضلة كويس جدا وتعصر الدهرة كله فوق وترجع تعمل الغاوية تفوق خالص وتحكي في الاداء بتاعك عشان تحس بالعضلة بقى كده دخلت ترباس على الكابل بالابضل في ديت كتغيير بدل ايه الشراكس طول ما انا واقف بس غيرت الزاوية خالص ونزلت على الميدل شوية وعلى الابر برضو مع بعض بقى كده دخلت على ال back extension وهنا اهم حاجة ما تشدش التوتة وانت بتتمرن علشان تعزل العضلة اللي فوق وهي اساسها المادة بتاعها صغير عشان هي عضلات يعني تعتبر فقرات مسبتة مش عضلات فيها سريتشات كبيرة فما تشدش التوت عشان تحس انها لوحدها هي اللي تتعصر وعليها حمل كبير تمام بعد كده دخلت على هو شبه الفيسبول بس اكينك بتلعب بار وانت نايم بس انا غيرت الزاوية بحيس ان انا انا شايف ان دي كويسة برضو معايا فقلت كان نوع من التغيير يعني فدخلت عليها ايه بالمصدره بكابل تمام بعد كده ودي على الارض تمام يلعب بالراحة حس بالعضل اولع فوق معه خالص كده عشان توصل لك ساستفادة بازن الله بكابل دخلت ساعد بدل الحبل المرة دي استخدمت الابضل فيه وصراحة ساعد معايا ولع بطريقة ما حسيتش قبل كده يعني تبهد بمعنى صح باكد دخلت على الهي كابل كير او كابل بدرعة واحد كفينش للبايسبس وكفينش للتمرينة كلها هنا كان تمرين تركيز بس مش اعتالت اوزان او اي حاج انت هنا في الاواي خرمي مش عايزة اوزاني عايزة انك تتباوت العضل او التفرتكى خالص ده اللحة من الاخر زي ما بقولك وصلي على الحبيب وتبعيني على كنوات كابتن فرما اليوتيوب وكل الكنوات بيزن